من ايران والصين الى الكويت والهند مشهد واحد يتكرر حائط الخير واليوم بمبادرة من شبان وشابات يرفضون الكشف عن هوياتهم وعلى خط التماس الذي قطع اوصال العاصمة ولد جدار خير لبناني الحائط مفتوح للجميع متبرعين ومحتاجين مخبئا هويات الطرفين بين ثنايا ذلاله ثياب والعاب وأكل يستقبلها الحائط الجميل من المتبرعين وقد وصل الدعم الى حدود توفير الدواء والاستشفاء وحتى الدعم المعنوي في بعض الدول انا اصلا بيتي قريب فبحث انه هلا عندنا مشوار وبيجع بيجي بحاطة الثياب هون تلفت النظر ما رأيت مبارح شفتها بس هلأ خبروني فكرتها مثل العادة يعني فيه رسالة بس انه ما فيه شي عم بين عمل بس هيده غير يعني فيها فيها شي بين عمل وبيخدم والله بتجنن عم قللك في هالشهر الكريم هيدا اكبر اجر لانه فيه ناس كتير معتازي لبس وطياب وحتى اكلوا وشربوا كل شيء هيده مبادرة حلوة كتير نحن بمثل حاجة لقلة بلبنان لانه صار في عنا كتير محتاجين والحياة الاقتصادية الاجتماعية صارت خربة كلها سبب صار بده حقيقة بدنا جمعيات هيكتون بها العمال الخيرة هيدا هي تجربة جديدة تلون جدران بيروت بثياب تتغير كلما مر عابر سبيل بين من يضيف الى الحائط ومن يأخذ منه هي لوحة متغيرة تتراقص على هيئة ابتسامة على وجه محتاج حسان الرفاعي قناة الجديد